الزمالك بكرة ساعات يعني وينطالك إلى المغرب إن شاء الله لمواجهة نهضة بركان في زهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية يوم الحد القادم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نادي الزمالك قادر إنه يخلص من مباراة الزهاب هتقول لي فريق نهضة بركان فريق محترم وكبير وقوي ولو تاريخ في البطولة دي تحديداً الكونفيدرالية الأفريقية هقول لك طبعاً مفيش خلاف بس الزمالك فايق هتقول لي لأ يا كريم مش فايق ده خسران من سموح على المطش الأخير وهقول لك كان بيلعب بتشكيلة مش أساسية وكان بيرايح بعض اللعبين جوزي جوميز بس الزمالك ما قبل مباراة سموحة ماشي بشكل كويس جداً طيب إيه اللي مخليني متفائل للزمالك جداً؟ موارده عشان ميبقاش كلام اللي إحنا قدام الشاشة وقدام الكاميرات فإحنا نقول إيه كلام في تفاول وخوص بس لأ اللي مخليني متفائل متفائل إن فيه إدارة دلوقتي إدارة قادرة توفر إلى حد كبير معظم الإمكانيات للفريق أتطمن إنه فيه مدرب محترم اسمه جوزي جوميز مدرب محترم وأتمنى إنه الناس أو جمهور نادي الزمالك تحديداً ما يتعاملش أبداً مع جوزي جوميز بالقطعة وأنا واصف إنه هم قادرين يعملوا ده والدليل إنه بعد مباراة سموحة اللي كان الزمالك خسر فيها جمهور الزمالك كان بيسقف وبيدعم الفريق لعبين وجهاز فني وبيقول لهم أفريق يا زمالك فهم مش محتاجين نصيحتي بس هو مدرب محترم الزمالك دلوقتي عنده مجموعة لعبين محترمين عنده عمق نسبي في تشكيلته عمق نسبي يعني لسه الزمالك عنده نواقص عديدة لزروف عديدة ماضية خلاص مش هنقعد نتكلم في الحاجات دي كل شوية ونكرارة بس دلوقتي فيه لعبين وفيه تنوع إلى حد كبير هناك جوزي جوميز في رأيي هيلعب بالطريقة اللي كان بيلعب بيها دايما جوز والد وفريرة اللي هي ايه دافع كويس ما يخشش في مرماك هدف هنشتغل تحولات هجومية هنستغل السرعات اللي عندنا ونخطف جول بإذن الله بإذن الله في المغرب يريح كتير جدا في مغارات القرارة اللي هتتلاعب بعدها بأسبوع